رحب وزير المالية البريطاني جورج أوسبرون باستقالة المدير التنفيذي لبانك باركليز بوب دايموند وأشار إلى أنه قرار سليم للبانك ولبريطانيا وكان وزير المالية قد التقى ببوب دايموند قبيل الإعلان عن قرار الاستقالة بسبب فضيحة التلاعب في أسعار الفائدة وقال وزير المالية البريطاني تعليقا على هذا الموضوع نحن بحاجة إلى أن تركز المصارف على نهوض الاقتصاد وليس على فضائح الماضي آمل أن تكون هذه الخطوة هي الأولى صوبة ثقافة جديدة للمسؤولية في القطاع المصرفي البريطاني من جهة أخرى اعتبر زعيم المعارضة العمالية إيد ميلباند أنه لا بد من معاقبة المسؤولين الحقيقيين وقال نحن في حاجة مسا إلى تحقيق عادلا وشاملا في هذه القضية ونطالب بلجنة مستقلة للتحقيق في الممارسات وتقديم توسيات من أجل التغيير في المستقبل ولهذا السبب يجب علينا استيعاب مدى خطورة وحجم هذه الأزمة هذا وتبلغ حصة دايموند الأمريكي الجنسية والذي لا يعظى بشعبية كبيرة في بريطانيا من المرتبات والمكافآت حوالي 21 مليون يورو أما ثروته الشخصية فقد قدرت بـ 124 مليون يورو الجدير بالذكر أن الفضيحة أثارت ضجة كبيرة في الأوسط البريطانية وتم استدعاء بوب دايموند الأربعاء للمثول أمام لجنة النيابية بريطانية لتوضيح موقفه مما حدث اشتركوا في القناة